طيب حنبدأ كده بسم الله احنا عايزين نتعود كده نكون جملة ومش جملة بس لا جملة مفيدة جملة كده لما قلها لك يبقى أنا قدتك إفادة قدتك معلومة طيب أنا لما يجيب لي سؤال زي ده يا أولاد بصوا كده يقول لي فيد فغاز كون جملة وجايب لي مثلا فيرب براندر ومعه مواصلة فيرب بقى ليه ومعه مكان فيرب براندر فيرب مهم بيجي معه المواصلات وقل ليه بيجي معه حروف جرد وفنيغ بيجي معه حروف جرد جملة تلاتة الغالبانين دول قالوا لي يا ميس الأولاد مش بيستخدمونا بيروحوا داخلين على قل ليه وعلى بغاندغ وعلى فينيغ الأساسيين اللي معهم حروف جرد وهم الأولاد مش شايفيننا خالص طيب أنا عملكوا يشغلينا يا ميس خلي الأولاد يشغلونا في الجمل يضيفونا يكتبوا اسمنا طيب فجي في الواغ الأولاني ده اللي هو معناه يريد قلتوه طيب أنا هستخدمك إزاي في الواغ قال لي بص يا مثلا أنا هقولك علامة حلي وقوي تقولها للأولاد قلتوه وتفضل قال لي لو هو دلوقتي جايب لهم في الكلمات اللي هيكونوا منها الجمل أو حتى لو جايب لهم صورة وجايب أي مكان سياحي أي مكان سياحي زي لولوف غولاق دوت غيومفو زي إيه كمان نوت غدم أي مكان من الأماكن السياحية اللي هم حافظنا يستخدموني هيستخدموك إزاي يا ابني دول حيبقوا عايزين يستخدموا فيربي يزور عايزين يقول أنا أزور المتحف أنا أزور اللوفر أنا أزور بورج إيفل قال لي ما هم هيشغلوني مع الفيزيتي قال لي روحوا كاتبيني كده هم يصرفوني في المدارع جيف ويحطوا فيزيتي في المصدر وبعدين يكتبوا اسم المكان السياحي هنفترض مثلا أنه هو لولوف بس كده قوي احنا كده شغلناه يعني بدل يا لوق يا أستاذ فولواغ بدل ما قولوهم جي فيزيت على طول قال لي لأ يشغلوني بس يدخلوني في الجملة هو من غيري عادي الجملة تمشي بس أنا غلبان وعايز كده ييجي سيرتي كده في المنج مش أفضل قاعد تاكتو طول حوض يعني دلوقتي يا ولان أي جملة أنا عايز أستخدم فيها فيربي فيزيتي مشي مع الأماكن السياحية لأن لما شوف مكان سياحي ما قولش أنا أذهب لأ ابعد عن يذهب ده شوية استخدم لي فيربي فيزيتي وفيربي فيزيتي برضو من الأفعال الطيبة ليه بقول عليه فعل طيب يا ولان لأن بييجي معاه أداة معرفة مع المكان ولا حرفه جر بقى ولا O ولا A أقصى ولا القصة بتاعت اللي طيب يعني أنا استخدمك دلوقتي مع فيربي فيزيتي مع الأماكن السياحية وقال لي وعلى فاكرة ممكن تستخدميني مع اللي إزاي قال لي ممكن الأولاد يقولوا كده أنا أريد وبعدين قال لي أن أذهب وبعدين يتعاملوا مع قال لي زي ما هم عايزين بقى يحطوا حرف الجر حسب المكان اللي حيذهبوا إليه وهم عارفين الست حرف الجر فلو قال لي مثلا أنا أريد أن أذهب إلى مصر يبقى إحنا كده شغلنا الفيرب الغالبان ده فلوغ وشغلناه أول شغلانا إنه حيكون موجود والفعل اللي بعده لازم يجي مصدر ليه؟ لأن يا ميس دي قاعدة سابتة عندنا أي فيربين وربعد في الجملة بنصرف الأولاني فقط ونقول له أنت جيت بدري وحضرت حصتك بدري تاخد الدكتيب بتاعك وتاخد الدفور بتاعك وتاخد الشرح بتاعك لكن أنت جاي متأخر تقف مصدر وإنت ساك ما لكش تصريفات عندنا بس أشوف لو هو فيزيته هحط معاه أدوات معرفة له أو لا أو الأبوستروف طيب لو فيربي يذهب هحطه في المصدر عشان قابله فعل المصرف هحطه حروف الجر بتاعته اللي احنا عارفينها السبتة يبقى كده فلوغ هشغله بالطريقة دي بدل ما أقول أنا أزور هقول أنا أريد أن أزور بدل ما أقول أنا أذهب جو في هقول جو في وخلي بالك عشان تصريفات فلوغ شوية شبه الحروف بتاعت قال ليه فنفرق بيه طب نيجي عند الفيرب التاني نيجي عند الفيرب التاني اللي هو إيه اللي هو معناه إيه يا أولاد يحب يحب طيب يا ميس دلوقتي أنا هستخدم فيربي يحب في إيه هقول لك تستخدمه في إيه أكتر حاجة هنستخدم فيربي يحبه ونشغله برضو هنشغله مع فيربي برامب إزاي يعني بدل ما أقول لك الجملة دي وتبقى جملة ملهاش معانا قوي أنا بركب البص يعني إيه أنا بركب البص وهروح إيه لكده هصرفه في الغذاء في المدارع جم مجموعة أولى بس مش حنسى يمسي إن الجو هتتحول لجو أبور ليه لإن الفيرب بدأ بفاين طيب يا ترى براندر يتحط مصدر يمسي أنا مساح صح ليه إيه السبب يا يا سما إن أنا حطيت براندر في المصدر في الجملة اللي تحت دي ليه ما صرفتوش مع الجو هيا يا سما فتحترك المايك ليه أنا هنا في الجملة دي حطيت براندر في المصدر وما حطيتوش في وما صرفتوش مع الضمير جو عشان أنا عندي هنا في البين في الجملة فبصرف الأولاني والتاني في المصدر برافو جميل يا سما شكرا بالزبط كده عشان يا مسا أنا عندي هنا في البين في الجملة بصرف الأولاني فقط والتاني ببقى مصدر يبقى أنا برضو أهوت صالحت كده فير بإيميه وشغلته معي طب ينفع يا مسا أقول أنا أحب البص على طول نا بتحبه إيه ودي حاجة بتتحب أنا بحب أن أنا أركب البص أنا أحب أركب الكطار أحب أن أركب الدراجة فأنا دلوقتي بدأ المكتب براندر على طول وأقول جبغة زي الجملة اللي فوق لأ شكرا أنا حشغل معي يا إيميه عشان أشوف له شغلانة كده ما يعودش كده نحفظه وخلاص لأ حشغله وحط الفعل لبعضه في المصدر كمان إيزامب لهو لو قلتلك كده مثلا جيم غاندغ وبعدين لوتغا أنا أحب أن أركب الكطار طيب أنا نفسي أسأل سؤال وحد يجاودني اللي عارف هيعملي ريزهاند هو يمس مش حضرتك جيت شرحتي مرة كده المواصلات وقلت المواصلات بنحط قبلها حرف الجر أون أو بنحط A أقصى أيوة حصل ثماني كده في ناس رفعت إيديها أو هو عرفت أنا حسأل في إيه بس لسه هكمل لكم السؤال طب ليه يا ميس بقى حضرتك هنا محطتيش الأون والA أقصى مثلا وده مواصلات مغرقة نحط أون ليه محطتيهاش طيب قول لي كده يا محمد شعبان عشان عشان براندر موجود بالضبط وبراندر بياخد إيه يا محمد بقى أشرح لي أكتر كده بياخد أدوات إيه أدوات إيه معرفة معرفة أصد تمام وأصلا هنا يا محمد مع فيرب براندر يركب هو أنا محتاجة كلمة بواسطة هو أنا هنا هقول بواسطة يعني ينفع أقول أنا أحب أن أركب بواسطة البس ينفع أقول بواسطة لا لا بالضبط كده تمام شكرا يا محمد محمد قال لي يا مثل إن هنا فيه فيرب براندر وبراندر بياخد أدوات معرفة ما بياخدش أون وآ أقصى وأصلا إحنا لو ترجمنا الجملة هلاقيني بقول يا أولاد أنا أحب أن أركب البس ما بقولش أركب بواسطة لا 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 خالص هقولك إمتى نستخدم دول بس مش دلوقتي تمام هنا برضو أنا أحب أن أركب القطار أنا أحب أن أركب اللي أنا كتبته ده مثلا بحب أركب السيارة تمام يا أولاد يبقى فيرب يركب مع المواصلات بياخد أدوات معرفة لو ولو والأبوسطوف وليه والقصة اللي أنتوا عارفينها دي طيب أمال أمتى أستخدم أون وآ بس قبل ما أقولها خلوا بالكم شفت هنا شغلت إمية إزاي لقيت له شغلان يبقى في الواغ هجيبه مع فعل يزور أو فيربي يذهب تفقنا طيب إمية هجيبه مع فروندر بيبقى ماشي كده في المعنى هي دي مش قاعدة هي دي مش قاعدة لا إمية ممكن أجيبه مع حاجات تانية وفي الواغ ممكن أجيبه مع حاجات تانية بس أنا بحاول أحفظكم الحاجات اللي خاصة بالمنهج بتاعها طيب يبقى إمية هجيبه مع فربي بروندر طيب هسيب دول شوية بعد إذنكم ونشتغل على بريفيري طيب بريفيري بقى معناه يفضل يميس أشغله في إيه هقولكو على الحاجة هشغله برضو مع المواصلات وحشغله مع فربي بروندر زي ما عملت في إيمية بالضبط هقول جبغي فاغ أصرف عادي ده مجموعة أولى يمس بحث في الأو أغ وحط النهاية الأو وبعدين جبغي فاغ وبعدين أكتب برضو بروندر أنا دلوقتي بتكلم عن مواصلة عايزة أكون جملة وهو كاتب لي كده هو مثلا كاتب لي لوت غ وكاتب لي بروندر أنا حضف له التطش بتاعي كده ودخله برب بريفري أشغله يعني بقت معناها إيه الجملة معناها أنا أفضل أن أركب القطار أنا بدرب دلوقتي عشان تقولي هتحله هتحله من الجمل اللي في البوكلت طيب يبقى دلوقتي إحنا شغلنا إيمية وبغي في غي مع بروندر ومع المواصلات وكده كده أنا مسبت أن بروندر بياخد له وله وله أبص أنا أحب أن أركب البص ألف ولام أنا أحب أن أركب القطار ألف ولام أنا أحب أن أركب السيارة ألف ولام طب نيجي بقى عندي دول تعيد أمت بقى يا ميس عشان بقى أثبت محاضرتك النهار ده بقى كده تمام تمام أثبت كده يا ميس أستخدم حروف الجر الخاصة بالمواصلات هقول لك لو كان فيه فيرب قال لي لو قلت لك يا دكتور كده جيفي أنا أذهب إلى المدرسة مثلا وأقول لك بواسطة البص أيوة أيوة دهنا هنا لازم أستخدم بواسطة وحط on للمواصلة المغلقة لكن لو برندر موجود حكتب لك الجملتين فوق بعض أهو لو أنا كتبت لك فيرب برندر مع هو وهو لوبيس هتلاقيني مغير الأدية جوبغا لوبيس ليه هنا لو وليه لأون عشان الفيرب عينك على مين عينك على الفيرب عيني على مين عيني على الفيرب أول ما تدخل امتحان فرنسي تقول لنفسك الأغنية دي سمي كده بسم الله الرحمن الرحيم وبعدين تقول قبل ما بص في الورقة عيني على مين عيني على الفيرب ليه لأن الفيرب اللي بيتحكم في الأدوات هو اللي معاه الريموت كنترول بتاع الجملة مش حاجة تانية ففيرب برندر مع مواصلة ياخد أدوات معرفة لو ولو الأبوستخف وليه طيب فيرب قال ليه مع مواصلة ياخد بواسطة ياخد on أو a أقصى طب عايزين اكزامبل اللي يمس على A أقصى هادر لما قولك كده on va وبعدين أقول مثلا louvre on va ou louvre حطيت حرف الجر الأول ههوت للمذكر وبعدين عايز أقول نعم مش حينفع لوفكو تعايز أقولها بالطائرة خلينا أعمل الاكزامبل ده الأول أنا فيو طب أنا عايز أقول أن أنا بروح السينما على رجلي هقول je vais ou cinema وبعدين a pie هنا حط الأ أقصى حتى بصوا البرنامج عمال لي كده في حاجة غلط كده مش مظبوط عايز الأقصى اوعى تكتب الأ من غير أقصى عشان ما تتحولش البر بأفوار يبقى معناها يملك لكن ده كده حرفة جال يا رب تكونوا فاهمين ومثبتين امتى مع المواصلة أحط معرفة وامتى مع المواصلة أحط on وأقصى والله يمس بحط أدوات معرفة لو موجود تحت معناف العربي زي مشي مع الفرنش بالزبط لما أقول كده بالزبط أنا أركب اللي بس حطيت ألف ولام لكن هنا هقول أنا أنا بكتب فيه بصوا كده يقولت ترجمة الجملة اللي فيها الان والأقصى أنا أذهب إلى المدرسة بواسطة أولا هنا محتاجة بواسطة الوحوش بتوع المنهج الأستاذ قال ليه مراجعة أهو قبل من تلتحل قال ليه بياخد يا ميس أنا حافظ يا ميس ست حروف جر أ أقصى قدام بغي وقدام نطغ دام ماشي طيب وبياخد أو لأي مكان مذكر دولة مدينة مكان عادي طيب بياخد للدول المؤنسة قالت لي لا هو أنا هيتعمل لحرف جر كده مختلط مع أي مؤنس أنا دول مؤنسة وأنا أكتر حاجة على القريطة الدول المؤنس أكتر من الدول المذكر بحطنا له حرف جر مخصوص طيب جي بعد كده قال لي مكان عادي بقى مؤنس ما هواش دولة ياخد طيب مكان عادي بدء بفويل أ إلا طيب مكان جامعة زي بغميد ياخد تمام طيب نجي عمد الوحش التاني دول الوحشين اللي عندي لو عرفناهم أنا كده اطمن عليكم بنيغ بيدخل علينا بالمدفع الرشاش يعني ايه يعني بيدخل بالعيلة بتاعت حرف الدين اللي ديو للمذكر دولال المؤنس دولاباستغوف للمفرد المبدوء بفويل وديل الجامعة بس فيه تكة مهمة قوي دو بقى ده هاي دي بتاعت الدول المؤنس والدولاباستغوف دي للدول المؤنس اللي بدأت بفويل تان يبقى فينيغ بيدخل بقصة الدو بقى علينا مقسم دول المذكر دولال المؤنس دولاباستغوف للمفرد المبدوء بفويل وديل الجامعة طيب عندي هنا الدو لا الدول المؤنس زي ما كانت مميزة فوق ما قال ليه وقالت انا كتير انا من حق ان اعمل لي حرف جر خصبية ما يشتركش معايا اي مؤنس مكان عادي انا دولة قلت له خودي اون لكن المذكر كله بقى دولة مدينة مكان او مذكر كان مريح طيب فينيغ فينيغ قال لي لا يميس انا حاخد حرف جر جول المذكر دولال المؤنس دولاباستغوف للمفرد المبدوء بفويل وديل الجامعة ودول الدول المؤنس اللي بدأ بساكن زي مثلا دول فغانس دولة مؤنسة بس بدأ بساكن لكن ايجيبت وإيطالية وانجليدير بدقين بفويل يبقى نحط لهم الدقب بسو يبقى قول مثلا جوفيان بيجيبت انا اقتي من مصر ننفعش لبط الدقب ايه وانا بكون الجمل كمان يا ولاد بيقابلني كده حاجة بقى عن الفرب الأفعال وعن حروف الجر والأدوات بيقابلني حاجة لازم أكون عارفها كويس قوي ايه هي مثلوها الغنبلاز بستبدل الاسم الضمير بستبدل اي اسم بضمير يعني ايه يعني انا في العربي لو استبدلت اسم محمد هستبدله بهو طب في الانجليش هستبدله بهي يعني اي مفرد مذكر هستبدله بهي قاسر هستبدله بهي محمد هستبدله بهي آدم هستبدله بهي وعلى فكرة ولو غير عاقل كمان هستبدله بهي لان ما فيش الضمير ات بتاع الانجليش يعني الكتاب مفرد مذكر هستبدله بهي وهقولك احنا بنستبدل اصلا ليه وانا بدربك على ده ليه طيب يا ميس طب لو اي اسم مفرد مؤنس ممكن ابدأ باسمي لو سمحتو ممكن طيب لو انا استبدلت اسم ميسون هستبدلها بقل هي لو استبدلت سماء بقل لو استبدلت يمنى بقل طب لو جتلي الجملة كده قال لي علي خلينا نجيب اسمي من المنهج بتاعنا هنقول ايه مثلا بازيل دول اسم شخصين مذكر دول جمع مذكر جمع مذكر يبقى حيساوي بمعنى هم طيب لو انا جبت جمع مؤنس زي زو ايه مثلا مختين اي اسم بنات مفرد مؤنس بس هنا جمع بقى بنتين يبقى حيساوي طبعا يا ميس الافرق اس طيب اللي جاية دي بتاعت الشطار لو اجتمع معايا المذكر مع المؤنس اجمعهم ايه هجمعهم جمع مذكر وافتكر ان الرجال قومونا على النساء يعني ايه انا بجيب الاية دي ليه او بقولك الفكرة دي ليه يعني دلوقتي المجموعة بتاعتنا فيها ولاد وفيها بنات لما باجي اكلمك و بقوله بص يا بنات لا بقول بص يا ولاد ليه لان حتى لو المجموعة فيها عشر بنات ولد واحد بس هكلمهم وخاطبهم بصيغة المذكر والكلام ده موجود في العربي وموجوده هو برضو في الفرانسي طب كمان اكزامبل كده لو قال لي مثلا ماما ماما ايه بابا ماما وبابا وعايز احط مكانهم ضمير الافت اس جامعة المذكر لان فيه مذكر في الجملة يمس طب بص بقى اللي جادي يا دكتور لو قلتلك كده سلمة ندا اهو قسمي بنات كتير مثلا هبة مش هيعمل لي كابيتل مش مشكلة بقى هبة وعملت مثلا ايه عالي طب هنا البنات كتير اوعد فكر اوعد فكر طب ومال اعمل ايه يمس من غير ما فكر حتى لو خمسين بنت بس مدام فيه مذكر واحد في الجملة يبقى حنسويه بجمع المذكر الولاد يفرحوا بقى وقولوا احنا مسيطرين بقى ولو احنا موجودين في الجملة يبقى احنا كلامنا اللي مش بالزبط كده هو ده اللي حاصلت لها طيب انا ليه بضربك على ان انت تعمل غوم بلاس على ان انت تستبدل الاسم الضمير هقول لكم ليه لان انا دلوقتي لما يجيب لي جملة كده بصي عليك بقول لي كون جملة ويقول لي زوي مشي ويجيب لي رجارد رجارد انا فاهم يا مسي هعمل ايه انا حقول ان زوي تشاهد التلفزيون تمام حلو قوي يعني الفاعل بتاعنا زوي ما ينفعش هكتب جو المراتي انا كل مرة بقول لك ابدأ الجملة بجو لما تكون بتكون لكن المراتي الفاعل موجود جو مش هينفع هكتب جو هكتب زوي اللي هو الده تمام طب انا عايزة اصرف الفرب ده مع زوي مين اللي حيقول لي زوي هتسوي ايه في الدمائر وهو اسم بنت قليكس الولد وزوي البنت مين هيقول لي زوي كده هتسوي ايه في الدمائر يا ولات طيب طيب يبقى زوي انا هتسوي ايه يا قاسر ال هتسوي ال اللي هي بالضبط كده شكرا يا قاسر لان قاسر انا شاف ان زوي اسمي بنت مفرد فقال ال طب لو كان الكس لو الكس ياميس هيسوي ال للمفرد المذكر تمام كده يا ولاد صحلة طب يلا ارجع اكون الجملة دي اهو زوي هتسوي ال تعال يا زوي انت الفاعل انت اللي بتشوفي التلفزيون او بتشاهد التلفزيون زوي وحصرف الفرب غجع مع ال ال احنا لسه متدربين على افعال المجموعة الاولى بتاخد النهاية ال ا وبعدين اكمل الجملة بقى من عندي كلمة تلفزيون على الفكرة سهلة في السبيلنج ت ل في باكسر وبعدين زيون بس كده وهي كلمة مؤنسة في الفرنسي لا تلفزيون يبقى واشوف الفرنسي بداية لتصريف وعمل ايه في جامعة المذكر تمام كده اوقف لغاية كده وبعدين ابدأ اسألكم الجمل اللي جاية دي اشتركوا في القناة